موسيقى طبعا من هذا المقطع اللي شفناه واضح ان هون فيه تعامل خاص مع امرأة سامرية مش من شعب الله رغم خطيتها احنا منشوف انه المسيح في هذه القصة هو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء والحاضر في كل ظرف وفي كل مكان عرف ماضيها عرف ظروفها عرف احوالها لانه علام الغيوب فاذا من هو المسيح هذه المرأة اللي كانت عايشة بالخطية جاء المسيح لينقذها من تعاستها ومن بشاعة خطيتها لاحظ رغم الخطية الموجودة في حياتها لكن كان في قلب قلبها صرخة من الداخل قالت له يا سيد انا اعلم ان مسيح يعني المسيح سيأتي بالمستقبل ومتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء اجاب يسوع وقال لها انا الذي اكلمك هو فاذا واضح ان يسوع المسيح عم بيعلن لهذه المرأة انه هو المسيح المسيح الموعود من العهد القديم تعرف حبائي في الاصحاح الاول شفنا المقطع المسيح سيأتي بقول له وجدنا مسيح والذي الذي تفسيره المسيح تعرفوا بطرس قال للمسيح في قيسرية فليبوس انت هو المسيح ابن الله الحي اجاب يسوع وقال له طوب لك يا سمعان بن يونة ان لحمن ودمن لم يعلن لك لكن ابي الذي في السمع يعني اعلان الهي ومرة تانية في يحن الاصحاح السادس يعني بطرس عم بيتكلم مع المسيح يقول له الى من نذهب يا رب وكلام الحياة الابدية عندك ونحن قد امنا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله هذا في يحن الاصحاح السادس فاذا من هذه الاعلانات كان مهم جدا في العهد الجديد هذا الوضوح وادراك التلاميذ لهوية يسوع المسيح لانه لما جاء المسيح في ملء الزمان جاء للشعب عم بينتظره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة